محافظة رفح محافظة رفح يعانون الويلات والأمرين نتيجة عدم أبسط مقومات الحياة نحن الآن في منخفض جوي يضرب محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة الليلة الماضية أو الليلة القبل الماضية مئات الخيام وأماكن النزوح تم غرقها بمياه الأمطار ولا يجد الناس ماذا سيفعلون كل الأغطية والملابس تم غرقها بمياه الأمطار ويأتي هذا في ظل أيضا عدم توفر وسائل التدفئة في محافظات قطاع غزة الكهرباء مقطوعة عدم توفر الملابس الشتوية عدم توفر أي شيء يحتاجه الناس في ظل البرد هناك أمور صعبة وقاسية جدا يعيشون النازحون في محافظة رفح في ظل أدام أبسط مقومات الحياة وهي الملابس الشتوية الأغطية الفراش ينامون على الرمال ينامون على البطون لا يوجد أي شيء من وسائل التدفئة كي يحتمون من البرد أيضا العديد من الخيام تم اقتلاعها نتيجة الرياح الشديدة خلال الليلة القبل الماضية هناك ظروف صعبة وقاسية يعيشون النازحون في جميع محافظات قطاع غزة أيضا البنى التحتية غير صالحة لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين نتيجة الضغط الشديد على البنى التحتية عدم توفر دورات المياه الكافية عدم توفر أي شيء حتى هناك ضغط على المخابز وضغط على الرعاية الصحية وضغط على كل شيء في هذه المحافظة هنا الناس فقط يريدون العودة إلى منازلهم لا يريدون أي مساعدات كما سمعنا وتحدثوا إلينا هم يريدون العودة إلى ديارهم ولو حتى وضع خيمة على أنقاض المنازل الخاصة بهم طيب هل لك الآن أيمن أن تفيدنا ببعض الأخبار التي تأتي من خنيونيس نعلم أنها الاحتلال أجبر كل الإعلام على مغادرة خنيونيس تماما هل تأتيكم أخبار من خنيونيس؟ نعم محمد طوال الليلة الماضية لم تهدأ دوية الانفجارات نسمعها من محافظة رفح ناتجة عن قصف مدفع وغارات إسرائيلية على جميع محافظات خنيونيس وخاصة في منطقة حي الأمل والمنطقة الغربية لمحافظة خنيونيس كان هناك استهداف لأحد المنازل لعائلة الخوالدة الحديث عن شهداء وجرحى ومناشدات ضرورة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني من أجل انتشال الشهداء والجرحى وهناك مفقدين الوضع الصعب وكارثي أيضا هناك حصار لمستشفيين ناصر الطبي ومستشفى حي الأمل ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجيش الإسرائيلي يمنع دخول أو خروج أي من الجرحى أو المرضى من تلك المشافي أبلغنا هناك وجود أكثر من ثلاثين شهيدا خلال الساعات الماضية في محافظة خان يونس فقط هناك أيضا كان قصف على منطقة قزان النجار والبطن السمين خلال الساعات الماضية وعلى مناطق متفرقة هناك شهداء على الطرق وفي أزقة الشوارع في محافظة خان يونس أيضا هناك الجيش الإسرائيلي يتحدث بأنه فتح ممرا آمنا لخروج العالقين في المناطق الغربية أو في منطقة الصناعة التابعة لمركزها والأونروا لمغادرتهم باتجاه مواصي خان يونس أو مواصي رفح أيضا يسمع دويهم في جرائت بين الفينة والأخرى نتيجة اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الفصائل تتبنى عدة استهدافات لأليات الجيش الإسرائيلي في محافظة رفح الأمور حتى الآن في محافظة رفح صعبة ووزارة الصحة حذرت من أوضاع كارثية وصحية صعبة في محافظة خان يونس تحدثت وزارة الصحة بأن الأهالي اضطروا إلى دفن أكثر من 150 شهيدا وحالة وفاة داخل مستشفى ناصر الطبي أيضا هناك 30 شهيدا لم يتم التعرف عليهم وموجودون في ثلاجات الموتى في محافظة مستشفى ناصر حتى الآن هناك أيضا نقص ونفاذ في الطعام والشراب والأدوية والمستهلكات الطبية في مستشفى ناصر أيضا وزارة الصحة تحدثت عن قرب توقف محطات التوليد الكهرباء في مستشفى ناصر أربعة أيام تفصلنا عن توقف مولد الكهرباء الخاص بمجمع ناصر الطبي سندخل في أزمة جديدة ومأساة جديدة في محافظة خان يونس نتيجة انقطاع الكهرباء عن مشافي خان يونس خلال الأيام المقبلة أيضا بالانتقال إلى محافظة رفح كان هنا صباح اليوم قصف مدفعي على شرقي محافظة رفح ولم يسفر هذا القصف عن وقوع إصابات وإنما ألحق أضرار لربما في منازل المواطنين المجاورة للمنطقة الحدودية من محافظة رفح طيب حتى نوضح الصورة قدر الإمكان يعني أيما لمن يتابعنا الآن لو أنا وأنت كنا داخل خيمة من خيام تل السلطان أو غيرها مما النزحوا يعني وهذا هو أول اليوم يعني بداية اليوم ماذا نفعل ما هي واجباتنا اليومية الآن ما الذي علينا أن نفعله نعم محمد أنا واحد من النازحين إلى محافظة رفح من مدينة غزة اضطررت إلى الوصول إلى منطقة الحي السعودي بجانب منطقة تل السلطان هناك أول ما عليك هو أن تتجول أو أن تحصل على خيمة من إحدى المؤسسات أو أن تقوم بنفسك بصناعة أو إنشاء خيمة من البلاستيك من الأخشاء من النايلون من أي شيء كان عليك أن تتوي عائلتك داخل هذه الخيمة من أجل حمايتهم من أي شيء لكن هنا لا توجد حماية لأي إنسان لا توجد حماية لأي حتى للحيوانات لا يوجد هناك حماية لا توجد خطوط حمر عند الجيش الإسرائيلي طيب إذا ما أردت أن أوفر غذاء لأسرتي أيمن إذا ما أردت أن أوفر غذاء لأسرتي أن أوفر لهم ماء أن أوفر لهم إن استطعت إن استطعتم وهو موجود من الدواء عليك أن تبحث عن المعلبات البقليات معلبات اللحوم من أين سأأتي بالمال لأشتريها؟ إذا توفر لديك المال ستشتري أم إذا لم يتوفر ستحصل على مساعدة من الأنروا أو من جهات محلية أو من جهات عربية التي تقوم بإرسال المساعدات إلى محافظة رفح عليك أن تبحث طوال النهار من أجل الحصول على زجاجة مياه عليك أن تقف في طبور طويل من أجل الحصول على ربط الخبز عليك أن تقف في طبور طويل أمام الرعاية الصحية الشوارع متكدسة الحياة هنا الصعبة وقاسية عليك أن تبحث عن الملابس الشتوية الخاصة بأطفالك من أين ستجدها؟ هنا الأسواق خالية من الملابس الشتوية الخاصة بالأطفال أو الكبار في هذه المحافظة هناك أيضا من أين ستجد الأغطية أو أين ستجد الفراش أين ستجد أشياء كثيرة خاصة بأدوات المطبخ هناك ظروف صعبة وقاسية نعيش هنا يعني في ظروف لا نستطيع الحديث عنها هنا نفتقد للخصوصية نفتقد لكل شيء داخل الخيمة لا تقي من حر الصيف ولا من برد الشتاء هناك أطفال بحاجة إلى حليب هناك بحاجة إلى بامبرز هناك كبارسين بحاجة إلى أدوية المرضى المزمنين بالكاد تستطيع أن تحصل على أدوية خاصة بهم لا يوجد أي دواء خاصة بالمرضى المزمنين وخاصة أنك لا تجد البديل الخاص بهذا الدواء هناك كثير من فقدان لأبسط مقاومات الإنسان لأبسط من مقاومات الحياة في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر